اللينير سيرش هو الاجوريزم من ضمن الالجوريزمات اللي بتحل مشكلة السيرشنج والسيرشنج كمشكلة معناه ان من مجموعة ايتمز كتير عايز ابحث جواهم على ايتم معين اشوفه هو موجود ولا مش موجود فعلى فرض ان الايتم بتاعتي كانت عبارة عن مجموعة ارقام زي اللي في المثال ده اللي هي 10 50 30 70 80 60 لحد المية وانا عايز ابحث عن الرقم 20 اشوفه موجود وسط الارقام دي ولا مش موجود فطريقة اللينير سيرش بتشتغل ازاي هيمشي على كل الارقام اللي موجودة بداية من اول رقم لحد اخر رقم فكل مرة هيبص على رقم معين هيسأله هو انت اللي بدور عليه لو اه خلاص هيرجع يقول لي لقيته لو لا هينتقل على الرقم اللي عليه الضوم يعني لو احنا هنطبق الجملة اللي فاتت دي على المثال اللي قدامي فاول رقم هبتدي ابحث من عنده هو الرقم عشر وهيسأل هو انت الرقم اللي انا بدور عليه يعني ده قمتك بتساوي 20 فطبعا لا فينتقل على الرقم اللي عليه الضوم فادلوقتي موجودة عند الرقم خمسين فيسأل نفس السؤال هو انت العشرين نفس الكلام لا فينتقل عند التلاتين طيب هو انت العشرين برضو لا لأ معناها انتقل على الرقم اللي عليه الضوم طيب هو انت العشرين نفس الكلام لا هو انت العشرين طيب هو انت العشرين هو انت العشرين بس خلاص اه لقيته فهيرجع يقول انا لقيت مثال تاني في نفس الارقام مثلا بندور على الرقم اللي هو اتناشر فنفس الطريقة بتاعتنا هيبتدي من اول رقم انت اللي اتناشر لأ فينتقل هيزود نفسه واحد هينتقل الخطوة اللي عليها بدور يعني انت اللي اتناشر لأ فانت اللي اتناشر لأ وهكذا هيبدأ ينتقل step by step ويبدأ يسأل فهنلاحظ ان في كل مرة بيسأل فيها مش هو ده الرقم بتاع الاثناشر لحد بما يوصل للمية انت اللي اتناشر برضو لأ فمعدش فيه ارقام تانية يخش فيها فالمفروض ان هو يرجع ويقول لي انا مش لاقي الاثناشر دي بعد ما فهمنا التكنيج بتاع linear search بيشتغل ازاي جينا للسؤال المهم اللي بيقول ازاي نكتب الالجوريزم اللي بيحاكي الخطوات بتاعت linear search فعشان نقدر نكتب الالجوريزم ده لازم الاول نشوف هي الارقام دي احنا مخزنها في ايه فعلى فرض برضو ان احنا مخزنين الحاجات بتاعتنا دي في array او في list وانا عارف ان ال array او list دي لها خاصية ان كل item موجود فيها هو موجود في index معين والإندكس ده بيبدأ من الرقم صفر لحد اللنس بتاعي ناقص واحد وانا عند اللنس بتاعي في المثال اللي قدامي ده هو 10 فده معناها ان الاندكس هينتهي عند الرقم 9 فاصبح ان الاندكس بتاعتي بدأ من صفر وبتنتهي عند التسعة خلينا بقى نعيد صياغة خطوات اللينير سيرش لكن بشكل منظم شوية بالمسميات الجديدة اللي احنا قلناها اللينير سيرش عشان يشتغل محتاج يعرف هي ال array بتاعتي اسمها ايه ال array اللي فيها الارقام اسمها ايه فاحنا هنفترض ان ال array بتاعتي اسمها ERR ولازم يعرف هو Lens بتاعي ال array بيسوي كام فاحنا هنفترض ان اللينس عندي اسمه N طيب انت محتاج ال ERR في ايه محتاج ال ERR عشان اعرف ال array اللي فيها ال items اللي فيها الارقام هي مين اسمها ايه طيب محتاج ال Lens اللي هو ال N دوت في ايه عشان اقدر احدد منه اخر index بيسوي كام اللي هو N ناقص واحد عشان لما اجي ابحث في ال array يبقى انا عارف بداية تيطلع عمرها صفر ونهايتي هي N ناقص واحد طيب ايه اللي انت محتاجه تاني محتاج الحاجة اللي انت عايز تبحث عنها والحاجة دي احنا هنسميها ال key اذا انا عند ال array اللي هبحث فيها وعند ال N اللي بيحدد Lens هو مين عشان منه اقدر اشوف بدايتي كإندكس صفر ونهايتي كإندكس N ناقص واحد وعند ال key اللي انا عايز ابحث عنه فلو احنا هنصير الالجوريزم بتاع linear search في هيئة function عايز اعمل function معينة ال function دي هتاخد مني ال array وتاخد مني ال Lens بتاعها وتاخد مني ال key اللي هتدور عليه ثم ترجعني تقول لي لقيت او ملاقيتش true او false فنقدر نكتب حاجة بالشكل ده في عندي function اسمها linear هتاخد مني الر دي بالنسبة لي اتفاقنا من شوية ال array وهتاخد مني ال N اللي هو ال Lens بتاع ال array وهتاخد مني ال key اللي هو الحاجة اللي انت عايز تبحث عنها الرقم اللي انت عايز تبحث عنه وده البضي بتاع ال function اللي فيه بنكتب الطريقة اللي linear search بيستخدمها عشان يبحث عن ال key في ال array دي اللي هو كان ازاي تاني اللي فيها بابدأ بال index رقم صفر وفي كل مرة بزود واحد عشان انتقل على ال index اللي عليه الدور وكان ااخد index هقدر اوصله هو المكافئ لل Lens لما طرحت منه واحد فنقدر كده بيننا وبن بعد نقول ان ال index ده هو اسمه i وبالتالي linear search بالنسبالي بيمشي عن طريق loop اللي فيها ال i بادئ من ال index رقم صفر واخر index هقدر اوصله هيكون N-1 عشان كده ال i لازم تكون اقل من او تساوي N-1 وطريقة انتقالي من كل index للتالي كنت بزود فيها ال i بواحد عشان انتقل من index للي عليه الدور نرجع نسأل نفسنا سؤال تالي ال i بتاعت اللي هتشيل صفر وهتشيل واحد وهتشيل اتنين وهتشيل ثلاثة لحد N-1 فكل مرة كانت شايلة رقم جديد فكل مرة كانت شايلة index جديد كان اللي بيتم ؟ كنت بسأل نفسي سؤال السؤال ده هو الرقم الي انت واقف عليه ولي intervene انت الدلوقت انت بادئ عند الصفر هو الرقم الي انت واقف عليه بيساوي key الي انت بتداول عليه ولا ميش بيساويه فاصبح ان في عندي سؤال بقول هو ال R-R-Aid g male وف صفر بيساوي our key ولا لا يعني المحتوى بتاع الصفر بيساوي key ولا لا لو بيساويه خلاص هعمل return يعني هقول true هرجع true اللي هو يعني قال ايده طيب لو كانت false بنقل نفسي نقلة جديدة وعيد نفس السؤال تاني بس بإندكس مختلف فأصبح ان السؤالي الجديد دلوقتي هو الري اف واحد بيساوي الكي ولا لا فنفس السؤال ده بيتكرر في كل الإندكس اللي موجودة وبنغير بس المكان بتاع الإندكس ده بالرقم اللي عليه الضور بالإندكس اللي عليه الضور فنقدر نعمل الكلام ده كcondition general ونقول كده if array of i ما الاي بالنسبالي هي اللي بتشيل الإندكس اللي عليه الضور if array of i بتساوي الكي اللي انت بتدور عليه اللي يتم خلاص لو بتساويه اطلع من الفونشن دي اطلع من الفور دي بلاش تكمل لف زيادة وقول لي خلاص انا لقيته فنقدر هنا نقول return true اذا لو الكنديشن ده اتحقق فانت بتنزل تعمل عملية return true ومعنى كلمة return true يعني ايه يعني ما تختبرش اي ارقام تانية ما تلفش على اي انديكسات تانية واخرج بره التنفيذ بتاع الفونشن دي ومعنى كلمة return واخرج بره التنفيذ معناها ان انت ككمبيلر مش هتبص على اي سطور اكواد موجودة في المكان ده معنى كلمة return يعني اخرج فورا بالوقتي فمن السطر ده دي كده البوينت بتاعت الخروج بره التنفيذ خلاص طيب ولو الكنديشن ما تحققش الكنديشن ما تحققش فانت اكيد مش هتعمل return لترو معنى كلمة الكنديشن ما تحققش ان انت مش لاقي حاجة تعملها هنا فهتطلع فوق عند الاي زائد زائد عشان تزود الانديكس بتاعك بواحد عشان تنتقل على انديكس جديد فتبدأ تبص على الانديكس الجديد ده وتشوف المحتوى بتاعه بيساوي الكي ولا لا يعني بتنفذ الشرط تاني لكن بانديكس جديد لو اه خلاص اعمل return لو لأ بتطلع فوق عشان تزود الاي بتاعتك اذا لو انت خلصت كل اللفات على كل الانديسيز اللي موجودة لفت على كل الارقام اللي موجودة واختبرتها كلها مع الكي مفيش ولا رقم فيهم كان بيحقق الكنديشن مش ده معناها ان احنا هننزل هنخلص الفور وهننزل في المكان ده كده وبما ان احنا قلنا من شوية ان المكان ده انت استحالة تنزله اذا انت عملت عملية return true فده معناها ان طالما انا نزلت في المكان ده اذا انا لفيت على كل الارقام وما لقيتش الرقم اللي انا بدور عليه اذا بشكل بديه نقدر في المكان ده نعمل عملية return false اذا هو ده الجزء اللي احنا بنقارن فيه كل رقم بالكي المعين اللي انا بدور عليه لو لقيته في اي لفة من اللفات دي بعمل return true اكني خلاص لقيته لقيت اللي احنا بندور عليه لو الكنديشن ده تنفذ في كل الارقام اللي موجودة في الاري وما كانش متحقق في ولا مرة من المرات دي فده معناها ان الفور هتخلص automatic وهتنزل ع السطر ده بما ان نزلت ع السطر ده فمعناها ان انا بالفعل لفيت على الاري في حالة اني لقيت وفولس في حالة اني ملاقيتش ينطلب اني ارجع الاندكس بتاع الرقم ده موجود فين يعني انت بتدوع على رقم معين طب انت لقيته في الاري في انهي مكان رجع لي الاندكس بتاعه بتاع المكان اللي موجود فيه طب ولو ملاقيتش رجع لي سالب واحد فده شكل تاني من اشكال المطاليب واحنا بننفذ واحنا بنبني linear search algorithm بشكل سهل وبسيط نقدر نقول ان في حالة return الفولس اللي هي معناها انت ملاقيتش ممكن نستبدل الفولس دي بسالب واحد اذا return سالب واحد في حالة ان انت ملاقيتش طب في حالة ان انت لقيت فين الجزء بتاعها الجزء بتاعها بتاع return true وبما ان return true انا مش هخش لها الا اذا الكون ده كان متحقق والكونديشن ده بيتحقق امتى اذا كانت الاي اللي معايا الاي كايندكس اللي معايا جيت ادور على المحتوى الداخلي بتاعها لقيته بيساوي الكي فانا ضامن وانا بعمل return true ان انا معايا بالفعل المكان بتاع العنصر ده موجود فين فنقدر مكان الترو دي نرجع قيمة الاي فكده اصبح ان احنا بنرجع الاندكس بتاع الرقم ده موجود فين في حالة ان احنا لقناه وبنرجع سالب واحد في حالة ان احنا ملاقناهوش ازاي بقى نحسب ال time complexity للالجوريزم ده يعني عايزين نعرف معادلة ال t of n هتساوي كام ولو احنا عايزين نحسب ال o والاوميجا والستا اللي هي الورست كيس والبريست كيس والاوريج كيس بتاعتي نحسبها ازاي معادلة ال t of n هنحسبها باي طريقة من الطرق اللي اخدناها في الفيديوهات اللي فاتت يعني بالنسبة لي الكود ده في عندي الفور نقدر نمثل الفور دي في summation i بتاعتي بدأ من صفر لحد ان ناقص واحد مسكة في كام جملة الفور دي مسكة في كام جملة هي مسكة في ال if condition وفي جملة return جملة return بتتنفذ مرة واحدة بس ازا كان ال condition ده متحقق لكن الحاجة اللي بتتنفذ باستمرار هي ال if condition لانها بتتنفذ في كل لفة فنقدر نقول ان الفور دي مسكة في جملة واحدة بس زائد في عند return false او return true دي بتتنفذ مرة واحدة او دي تتنفذ مرة واحدة حسب لو انت لقيته فانت عملت return true مرة واحدة بس في العمر نفس الكلام لو انت ملقيتهوش فانت خلصت كل لفاتك ونزلت تنفذت السطر بتاع return false مرة واحدة بس فالمرة واحدة بس دي لانها هتكون لreturn true او لreturn false طبعا صميشن i من صفر لان اس واحد ممكن نعتبر ده بدأ من واحد وعشان زودت نفسي خطوة هنا فهزود نفسي خطوة هنا فعصبحت دي بتنتهي عند ال n صميشن i من واحد لان مسكة في الواحد دي بالنسبة لي تعتبر n في الواحد يعني بتساوي n زائد واحد اللي هي الجملة بتاعت الرتيرن فاصبح ان هي دي كده المعادلة بتاعت linear search طبعا احنا متعودين قبل كده ان احنا لو معانا معادلة t of n معينة نقدر منها نقول ان ال u والأوميجا والسيتا كلهم اكبر قصة اللي هو n لكن الكلام ده امتا الكلام ده في حالة ان انا معايا المعادلة لكن معرفش الالجوريزم بتاعها بيتكلم عن ايه لكن في حالة ان انا معايا دلوقت الالجوريزم الفعلي وعارف اللوجيك بتاعه وماشي ازاي فطريقة حساب ال u والأوميجا والسيتا بتختلف شوية زي ما احنا ذكرنا في فيديو من الفيديوهات قبل كده اللي كان فيه بنقول ان ال u معناها اسوأ حالاتي هي ايه والأوميجا احسن حالاتي وافضل حالاتي هي ايه والسيتا اللي هي الحالة الوسط بين الاتنين هي ايه فعشان انا عارف الالجوريزم بتاعي بيتكلم عن ايه وبيحل مشكلة اسمها ايه والفكر والمفهوم بتاعها برضو اسمه ايه فبنسأل نفسنا سؤال بقول بالنسبة للمشكلة دي ايه احسن حالاتي فيها واشوف الالجوريزم مع احسن الحالات هينفذ خطوات قد ايه ثم ارجع اشوف الالجوريزم مع الحالة الوسط هيتصرف ازاي وهينفذ عدد خطوات بيساوي كامل فعشان احنا المشكلة بتاعتنا اسمها السيرش واحنا وصفناها دلوقتي ان هي عبارة عن الري اوليست من الارقام الموجودة وانا معايا رقم معين عايز ابحث بيه فاحسن حالاتي وانا بدور على الرقم ده هي مين اكيد ان انا لقيت الرقم ده في البداية يعني ما اضطرتش الف على كل الارقام دي لا احسن حالاتي وافضل حالاتي واسهل حالاتي وانا لسه بادي الغرف في البداية خالص لقيت الرقمalan spiders فده معاناها ان انا مشيت كم خطوة يعني 4 بتاعتي pontos اللي بتتنفس دي هل مشيت N من الخطوات واللي هي في اول خطوة 백س لقيت الرقم لا ايا بالفعل في اول خطوة بس له هي واحد فال sentido وبالتالي نقدر نقول ان البز كيس بث捷ہ بثوع بعدا وبالتالي هنا ايه وانا مشيت خطا واحدة فaque في الحالاتي الالجوريزم لا اضطرر انه يقوم كل Swift لا ده هو عمل خطوة لف لف واحدة بس طيب ايه هي اصعب حالاتي او اللي احنا بنسميها اسوأ حالاتي اسوأ حالاتي ان الرقم اللي انا بدور عليه لاما موجود في الاخر خالص لاما لفت على كوية الارقام ومش لقيه في الحالة دي انا مضطر كالجوريزم بالنسبة للفور دي ان هي هتلف كل اللفات الممكنة طالما انت عندك N من اللفات معينة مش ده معناها ان احنا هنمشي N من الخطوات عشان نقدر نوصل للحال فده معناها ان O بتاعته هتساوي O of N طيب والافرج كيس بالنسبة لي معناها من الايتم الكتير دي لأ انا ملاقتش في الاول وما لاقيتش في الاخر او ما لاقيتش خالص لأ انا ممكن اكون لقيت بس في النص في المكان اللي في النص طب المكان اللي في النص معناه ايه يعني لو الايتم بتاعت عددهم N فانا اضطريت امشي نص الN دي وبالتالي احنا بنقول ان الستة بتاعت احنا بنعتبرها اك انها ان على اثنين ودلوقتي خلاص كان احنا خلصنا ان نلسيز للالجوريزم ده قدرنا ان احنا نصيغ شوية اسئلة على المشكلة ومنها بنشوف الالجوريزم ده بيتعامل ازاي مع كل صياغة مختلفة اللي منها قدرنا نحدد الوريست كيس بتاعي هيكون كام والبست كيس بتاعي هيكون كام والأبرج كيس هيكون كام والوريست كيس ده زي ما اتفقنا قبل كده اللي هو اقصى ما يمكن تنفيذه يعني الالجوريزم ده فاسوأ حالاته هو اخر ان والبست كيس خلاص اللي احنا اتفقنا هيساها واحد لان هامشي خطة واحدة بس من المداية والأبرج كيس اللي احنا اتفقنا ان هو هيكون في الوسط والوسط بالنسبة لي لو اللنس او عدد الايتمز بتاعتي بيساوي ان فالوسط معناها اني هلف ان على اثنين من الخطوات فنقدر نقول ان السيتة بتاعتي هي ان على اثنين لكن احنا ما بينفعش نكتب ثوابت مع الاو او الامجا او السيتة يعني ما ينفعش اكتبها نص ان وبالتالي السيتة بتاعتي الصح بتاعها ان هي هتساوي سيتة اوف ان احنا اي نعم عارفين ان هي بتاخد نص ان من الخطوات مثلا ممكن تكون في الرنج ده لكن وقت الكتابه عشان نحقق المفهوم بالصح الرياضي بتاع السيتة نكتفين قبل كده ان احنا ما بنكتبش اي ثوابت بين الاقواس بتاعتي فهنجرد الان دي من السوابت اللي هي النص فهتصبح سيتة اوف ان بس عشان كده هنعدل سياغة الكلام ده شويتين فنقدر نقول كده ان الورست كيس بتاعه بيساوي ان وان الابارج كيس احنا عارفين بيننا بين بعض ان هو ان على اثنين بس احنا هنعتبر ان هو بيساوي ان وان الحاجة الوحيدة اللي مختلفة هتكون هي البست كيس اللي بتساوي واحد وبما ان الالجوريزم ده بيتديني ان في الورست وان في الابارج وواحد في البست فده معناها انه في اغلب حالاته هيديني ان من الخطوات او ما يقترب من الان من الخطوات وان في احسن حالاته بس هو بيتديني خطوة واحدة بس او شوية خطوات سابتة معروف عددها ممكن يكون بيساوي كامل هل بقى الالجوريزم هو الالجوريزم الوحيد اللي بيحل المشكلة الخاصة بيه بالطبع لا في عندي اكتر من الالجوريزم بيحل نفس المشكلة والطايم بتاعه كمان افضل من اللينير اشتركوا في القناة